الحاشية السفلية الحاشية السفلية الحاشية السفلية تسمى حاشية السفلية لأنها تكون منفصلة عن المتن أو عن النص الرئيسي وتكون في أسفل الصفحة أو الهوامش لأنها تكون مهمشة في أسفل الصفحة طبعا الحاشية السفلية من الأمور المهمة في إخراج الكتب والبحوث ورسائل الماجستير والدكتورة هي عبارة عن مصادر لأحاديث أو أقوال مهمة توضع في أسفل الصفحة مثال مثل ما تلاحظون هذا هو هامش أو حاشية سفلية لموجود لهذا المكان لهذا القول طبعا وهكذا ممكن أن نلاحظ أن هذا حاشية سفلية أخرى وهكذا مجموعة حواشية سفلية مثل ما تلاحظون هذه أيضا مجموعة من الحواشية السفلية طبعا يوضع رقم بجانب الحديث أو الآية أو القول ويوجد بالأسفل نفس الرقم ولكن يوضح مصدر الحديث أو الآية أو القول كيفية أضافة الحاشية السفلية؟ يعني مثلا مثلا نقول الحمد لله رب العالمين أريد أبين للقارئ أنه هذه الكلمة أو هذه الجملة منين أنا جايبها؟ هل من عندي؟ يعني من تأليفي؟ أم أنه مقتبس هذه الجملة أو هذه الفقرة؟ إذا كانت من تأليفي خو ما يحتاج أخلي حاشية سفلية لأنها صادرة من عندي؟ أما إذا أنا مقتبس هذه الجملة أو الفقرة؟ يفضل أن أوضع مصدر لهذا القول لأني مقتبسه من أي مكان؟ فحتى أضيف المصدر طبعا أحدد مكان الحاشية إدراج الحاشية واللي رح يكون بنهاية القول أو الحديث أو الآية ومن ثم إلى قائمة مراجع وبعدها إدراج حاشية سفلية ألاحظ أن البرنامج رح يضيف لي رقم بالأعلى ونفس الرقم بالأسفل حتى أوضح أكتب مثلا الحمد نقطة نشارحها وأكتب ثنين أي إنه الحمد سورة الحمد الآية الثانية حتى أضيف حاشية سفلية جديدة من خلال مراجع إدراج حاشية سفلية وأعرف المصدر اللي أنا أريده طبعا هذه بالنسبة لي الحاشية السفلية اشتركوا في القناة